شهدت قرية تيدا التابعة لمركز سيدي سالم أول مؤتمر شعبي لمؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ للالتقاء بأهالي القرى والاستماع لمطالبهم وأمنياتهم وأستعرض مسؤول حياة كريمة بالمحافظة بشكل عام المشروعات التي تشهدها قرى وتوابع مركز سيدي سالم ضمن المرحلة الثانية من المبادرة وأكد مسؤول حياة كريمة أنهم جابوا القرى ورصدوا المشروعات التي سيتم إنشاؤها بقرى وتوابع قرى المركز من خلال اللجان المتعددة وعقد لقاءة مع الأهالي نازلنا واستمعنا لمشاكلهم ورصدنا احتياجاتهم وبفضل الله عدد الحضور تجاوز الألفين مواطن من أهالينا واللي لفت نظر الناس لحضور النساء الكبير في القرية وتعقباتهم اللي هي أبدت إيجابية في كلامهم وأنهم دايما شايلين هم أهلهم الحوار المؤتمر اللي احنا زي ما شفنا النهاردة حضروا ألفين واحد من أهالي مركز سيدي سالم وشفنا النتيجة اللي احنا شفناها النهاردة عرض حضاري جدا من أهل مركز سيدي سالم وده اللي كنا بنراهن عليه من اليوم الأول والغهان على وعي الناس وعي الناس اللي بنشوفه كل يوم في عرض مطالبهم بشكل حضاري وإحساسهم بالمشاكل وبطرق العلاج استمعنا لأهلنا في مركز ومدينة سيدي سالم في كل القرى والنجوع والأحياء الموجودة في مركز سيدي سالم طبعا مركز سيدي سالم هم ضمن المراكز اللي نزلة في المرحلة التانية في حياة كريمة في محافظة قفر الشيخ عشان كده كان الركن الأساسي ان احنا ننزل ونستمع لمشكلات المواطنين في مركز سيدي سالم عشان تكون على أهم أولوياتنا في خطة التنفيذ ان شاء الله في مبادرة حياة كريمة